واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 179 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن كما تم ضبط 70 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 725 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و 62 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 44 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر